دع جلالة الملك عبدالله الثاني إلى تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة لتجنب توسع الصراع بالمنطقة والمزيد من الفوضى وأكد جلالته على أهمية وقف التصعيد الإقليمي والإجراءات الإسرائيلية أحدية الجانب محذراً من تداعياتها التي قد تؤدي إلى تأجيج العنف والتوترات في الإقليم وشدد جلالته على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائماً لإطلاق النار في غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع لافتاً إلى استمرار الأردني بتقديم المساعدات الإغاثية بشطة طرق المتاحة وأعاد جلالة الملك التأكيدة على أهمية العمل على إيجاد أفق سياسياً يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين